فرصة رائعة تغير بيها نفسك وتغير طريقة حياتك في عشرة ايام العشرة الأوائل من ذي الحجة بسم الله الرحمن الرحيم فرصة رائعة فرصة جميلة فرصة فيها دفع ذاتي غير عادي انك تغير صفة وحشة في حياتك صفات كتيرة وحشة في حياتك تجدد علاقتك مع الله تبدأ بداية جديدة تحسن حياتك تنوي نوايا جديدة العشرة الأوائل من ذي الحجة أغلى أيام على ربنا في السنة ليه؟ لأنها أحب أيام لأنك مهما عملت طول السنة مش هتعوض اللي هتعمله في العشر الأوائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام؟ ما من أيام يعني في 365 يوم أحب إلى الله تعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله أحب أيام إلى الله ايه الدافع اللي يخليك تغير نفسك؟ أنت حبيب الله لو أطعته في الأيام دي والله يا جماعة بنص حديث النبي لذكرت أن ربنا أقسم بيها والفجر وليال عشر ليال عشر اللي هي العشر تيام دول ستكون حبيب إلى الله لو غيرت صفة وحشة ستكون حبيب إلى الله لو اتقيت ربنا في موضوع معين ستكون حبيب إلى الله لو بدأت تتحافظ على صلاة الفجر ستكون حبيب إلى الله لو صمت بعض أيام في التسعة الأوائل من ذي الحجة لأن دي كانت سنة النبي بيصوم التسعة الأوائل لغاية يوم عرفة ستكون حبيب إلى الله لو عبدت لو تصدقت لو عملت الخير ما من أيام العمل الصالح أنه عمل صالح كل العمل الصالح صدقة جرية عمل صالح صلة رحم عمل صالح جبر بخاطر الغلابة عمل صالح عبادة وقيام ليل عمل صالح ذكر ما من أيام أنا حبزل كل طقتي في الأيام دول أن أزداد قربا من الله لأن أنا متأكد أنه هو هيحب عبده اللي يتقرب إليه لو لقيت نفسك بتقرب من ربنا في العشر تيام دول افرح أكيد بيحبك لو ما كانش بيحبك ما كانش أقربك وإذا أحبك هيغيرك وحتلاقي نفسك منسجم مع التغيير أرجوك جرب أن تذهب إلى الله في العشر الأوائل من دي الحجة لأنهم ما يقلوش عن العشر الأواخر من رمضان بل قد يزيدوا عند بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله تعالى ويوم عرف خير يوم طلعت عليه الشمس ويوم عرف خير يوم يستجاب فيه دعاءك مستجاب تستطيع في عشر أيام تغير كل حياتك خد نية كبيرة واعبد ربنا بقوة في العشر الأوائل من دي الحجة شكرا السلام عليكم ورحمة الله